أهلا بيكو حابق بي سنة خمسة قتالي أنا رجع تركو مستر سين مع درس جديد في الوحدة الرابعة وهو درس القتاليتي لسن ثري في يونت فور الأرض أن نتكلم عن حاجة اسمها فتور ويث جون تو يعني المستقبل المستقبل بي جون تو نستخدم جون تو للتعبير عن الفتور والمستقبل الكرامر طبعا معناها ايه؟ معناها النحوة او خوايا قبل بنبدأ في جون تو ياريت اللي ما اشتركش بالقناة لسه يشترك يدوس على زر الاشتراك هنلاقي هنا في يمين الشاشة اللي تحت ويدوس على زر الجرس علشان يجيلو البدوات او البقى اول نبدأ مع بعض جون تو نشوف كتا احنا الدمائر بتاعتنا زي ما اتفاقنا متأثمة بتاعت مجموعات المجموعة الاولى ليه اي انا والمجموعة التانية هي ودول المفرد الغائب وبعد كده الجامعة او المخاطب ويو داي لانها مخاطب مفرد وجامعة تتعامل زي بعضها فبنقض على انها واحدة بس او كي الثلاث مجموعة دول لما نجيبه مع المجموعة الاولى بتاعت ام اي تبقى ام مجموعة التانية هي ايش تبقى از تبقى اص والمجموعة الثلاثة وي 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 تبقى مع ار تبقى اصرها اصرها اصر ار اي ثم سلصوا اللي ظاهر اed غورت والمجموعة بصور ثلاثة دول ثم بصور ثم يوجد ثلاثة دول فصل بالمجموعة ظاهر اهرو اوors Hud فصل الفضل أو وتابقى نجد ك Travis 1 J جالزة. اول مجموعنا مقاي. اهي. ام. يبقى ايام. وبعدين خدنا خدنا في المصدر من غير ايه. يعني انا هنا. معنا ايه? معنا سوف. يبقى انا سوف ازور ايه? انا سوف ازور صديقي. ايه? ايه. يبقى دي معنا ازور لسه صديقي. يبقى ده مستقبل. شوفنا جهة مستقبل ازاي? انا سوف ازور صديقي. بس الترتيب بتاعنا. المصدر. المصدر بفعل في الزي ايه. طب نبقى التالية. ايه شيء ايه? ايه. يبقى ايه. وبعدين كات. المصدر من فعل كات. وبعدين اهير كات. يعني هنا انا سوف احلق. يقول هنا سوف يحلق. يقول سوف يخلق. مجموعة الثالثة فضل منها they. تقول غار بصراء ر. يعني they're going to. سوف. تأخذ تاكس. بعد تبدأ بلا تاكسي. يعني يأخذ تاكسي بهم. معنى سوف يأخذون. يأخذون سيارة أغرق يعني هما يبدوا هربية أغرق إليه التكسي فاهمنا؟ ثم نجد عادة نعمل المستقبل بـ gone to gone to والمصدر وقبلها verb to be تمام؟ الآن ما أريد أن فيها أعمل كل الموضوع اللي أخذ كرة not أحطها بعد verb to be كده بقيت من فيها لن مش هيعمل الكلام I am not gone to هي أو شي أو it is not going to والمصدر we you they are not going to والمصدر شوف المثل I am not going to والمصدر I am not going to see a film مش هشوف فيلم لن أشاهد فيلما لن أشاهد فيلم مش هشاهد مش هتفرج على المثال خلاص الكلام هكذا مستقبل وإذا حصلت لأ لسه هتفرج مش هتفرج المستقبل على المثال مجموع التامة بيقول he is not gone to get a haircut يعني مش هيحصل على إيه؟ على إحلال أو لن يحلب ق مش هيحلق خلاص خلاص وبعدها they aren't going to take a taxi يعني هم مش هيخذوا تاكسي يعني لن يأخذوا سيارة أغرا مش هيخذوا عربية أغرا عرفنا التلتيب are أو is أو am وبعدها and not and gone to and was تمام طب إن كلمات الدل على الزمن نقول زمن المستقبل أو أي زمن له كلمات اسمها key words key words معناها كلمات دلالية أو كلمات مفتاحية كلمات الدلالية يعني إذا ما شوفها أنها تدل على الفعل على الزمن أو ما شوفها في الجملة أعرق من زمن future أو المستقبل هو لموجود أول روح لنكلمة in the future يعني في المستقبل في المستقبل ثاني كلمة كلمة next و next يأتي بعدها شيء من الأول week month year day أي فترة زمنية مثلا next week next 30 days مثلا next fortnight أي حاجة يبقى القادم ويأتي بعدها ويأتي بعدها week يبقى الأسبوع القادم الشهر القادم مثلا القادم next week next month next year tomorrow معنا غدا أول ما قلت غدا يبقى بكرة يبقى المستقبل تمام ده بالنسبة future مع going to تبطى عدو كده نعمل شوية أسئلة لهم عشان نطبق أقل هل ستتتعج ودونلود هي كلمة اللي هي صفة معناها مشغول إبقى أخذ كلمة أي فعل اللي بقى نعرفينه نحط يبقى اللي بعدها عنا مبارس بيول ايميل فرند ومال وومن كلهم اشخاص لما كمت ايميل معناها بريد الكتروني يبقى هنا ايه مثلا براغر براغر دو شخص برد كلهم افعال لكن طوب ماضي مضارق بوات ماضي يبقى نخلت ونحط لها اي دي تاكسي 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 ايبقى نجيب باعدها نجيب مكانها وي مثلا يبقى وي باي فيلم تاكسي 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 افعال مضارق اس يبقى نجيب هنا ايه اي اس مثلا زي تاكسي 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 حمل 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 مصدر الفعل في الفعل هنا لا حمل حمل في المساء تقول ر لرقم حمل صدقنا في المساء طبعا تعالوا بأن رتب تعمل قبل مع بعض to or we go see yourself يبقى النذب الفعل المساء لا يوجد فعل المساء بعدها الفعل يبقى و بعدها الفعل بعد يبقى ه طبعا قلنا لذلك بعدها فعل يعني يعني بعدها المصدر هو في الاخر الفعل are we going to see a film سؤال اللي بعده gone to are buy you a book يبقى نقول are بعدها فعل you بعدها المصدر see buy و أبقى المستقبل جملة أول واحدة الفعل الفعل اللي هو i am am يبقى i am going to i am i am going to يبقى بعدها المصدر يبقى زد هزور 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 إيه a friend ما يبقى لبعدها aren't they and going الفعل they بعدها آه عندي حتين going send و aren't هنه يبقى لنقولها الأول كده تمام لو في فعل مساعة نقضى أفضل فعل الأسئلة يبقى هنا going و send aren't فعل مساعة يبقى نقضل أول يبقى they aren't going to يبقى they aren't going to وتو يبقى بعدها مصدر الفعل اللي هو send they aren't going to send هزور هزور email get is a haircut to who gone to سؤال يبدأ به هزور 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 تختلف شوية عم باية لقد تستفين بس هتكامل هزور هزور فعل is بعد الهزور في I and G going to هزور 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 لا يكتب فاعد فاعد بعدها 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 المصدر فاعد فاعد يعني فاعد كمان طب تعالوا نشوف الخانشوش بتاعنا كيف نكتب القملة بتاعتنا بسوائل بتاعنا صح عندي لكم لسي حاجة غلط فاعد طريق طريقا هنا البداية كامية سؤال او هم يبقى ايه لازم تباكت بعدما يو الضغير ما تتغيرش لو مش بالاول غوين الابعال ما تتغيرش تو حروف القرر ما تتغيرش رايد فاعد ما تتغيرش ذا التعريف ما تتغيرش بص ما بيتغيرش اسمعين طارق وهيه 짐 تباكت تكابتن وبعدين سؤال و قابل طريق يبقى طريق اشترككم في درس جديد في السيارة اللي ما كانش يشترك في القناة يدوس على زر اشتراك همعي في يميل الشاشة تحت ويدوس على زر الجرس علشان يجيلوا الفيديوهات اول باول اشتركوا في درس جديد مع مستر نسيم والانجليش سلام